وجود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الهند أو ما بين قوسين بهارات مش عارف حضراتكم لاحظتوا أنه الاسم بتاعة الدولة قدام رئيس الحكومة رئيس الوزراء الهندي مكتوب بهارات مش مكتوب انديا أرجو تكونوا لاحظتوا الموضوع ده على كل مشاركة الرئيس في قمة العشرين أو الدعوة التي قدمت إلى مصر في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد أنها خطوة من الخطوات الشديدة الأهمية اللي بتوضح لك الأهمية الاقتصادية والسياسية لمصر خلال الكام سنة الأخار وإلا ما كانش تمت دعوتنا بيشارك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة التمنتاشر لقادة مجموعة العشرين وتوجه فخامة الرئيس في كلمته لرئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال أعرب الرئيس المصري عن تقديره للجهد اللي بدلوا في رئاسته لمجموعة العشرين واللي تم تتويجه باستضافة الهند لقمة النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيعرب عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الافريقي لعضوية المجموعة ورئيس الحقيقة اتكلم عن جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة وخصوصا أنه مصر أعلنت كمان على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل وطبعا زي ما حضراتكم عارفين دمصر بزلت مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات واتخذت أيضا مجموعة ضخمة جدا من الخطوات في سبيل أنه يتحول الاقتصاد المصري بالتدريج لاقتصاد أخضر سواء إذا كان من حيث مسألة إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء أو الطاقة النظيفة بشكل عام أو من حيث أنه المصانع كمان في مستقبل قريب جدا تدار بهذه الطاقة الخضراء طبعا الرئيس تكلم عن استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط واللي بيساهم في تعزيز استقرار سوء الطاقة العالمي مش بس الإفريقي مش بس الشرق أوسطي أو العربي وإنما استقرار سوء الطاقة في العالم يمكن اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي على الشاشة هي وصول الوفود وممثلين الدول من رؤساء ومن رؤساء حكومات بيستقبلهم رئيس الوزراء الهندي نفسه زي ما حضراتكم شايفين في الدخول إلى القاعات الرئيسية واللي بتعقد فيها هذه القمة يمكن احنا النهاردة كمان شفنا أنه زي عندنا سيناريو لو صح التعبير متعلق بقمة العشرين والدول الأعضاء فيها حجم قمة العشرين في الاقتصاد أو مشاركة قمة العشرين في الاقتصاد نصبها في الاقتصاد العالمي كذلك فيها أعداد النسمات أو السكان من قمة العشرين تقريباً احنا بنتكلم في حوالي تلت العالم هو من سكان دول منضمة إلى قمة العشرين